اشتركوا في القناة هذا موضوع جدا مهم من المواضيع المهمة اللي لازم نتعلمها بداية منهجنا بصفر الخامس الابتدائي الضمائر الشخصية قدنا تلاث انواع بيها اللي هي حالة الاثبات تجينا بحالة الاثبات حالة الاستفهام وحالة النفي اول شي رح نجي نعرف شنو معنى الضمائر الضمائر او الضمير عندنا الاي اي بمعنى انا اي يعني هنا استخدم الضمير الشخصي عن نفسي اي اوكي قدنا هي هي هو هي هو تستخدم هنا عنه للمفرد المذكر المفرد المذكر مثل الي احمد في راس اي اسم مذكر استخدم للضمير الشخصي هي شي شي هي هي شي هي اوكي اهنا استخدمها للمفرد المؤنس للمفرد المؤنس استخدم لها شي مثل داليا ديما لينا اوكي فهنا اقول شي ات ات الات هنا تستعمل للغير العاقل ات للغير العاقل بمعنى الجماد او حيوان فاستخدم للضمير الشخصي الات بعدها عندنا اذي 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 هم اوكي اذي هم بمعنى شنو معنى الدي هم معناها من شخصين فما فوق اقول لهم ذي ذي وي 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 نحن وي نحن اوكي يو انتم او انت اوكي يو يو قدنا هنا انا هدولا الكلاثة ضمائر دولا الكلاثة ضمائر نسميهم للجمع ننسبهم للجمع يجونا ويا من ويا الجمع يرفع المساعد يجينا وياهم يجينا الفعل المساعد ار يعني لازم ورد ذي اشوف كلمة ار وي ار يو ار اوكي ليش استخدمتها الار ويا ذي لان جمع قدنا الهي الشي الات هي شي اث هنانا دولا يجونا ويا المفرد لازم بعضهم يجينا الفعل المساعد is he is she is it is اوكي مفرد يجينا وياه is الاي تجينا الفعل المساعد البعض هام ايام ايام اوكي اش عندي قبل الفراغ موجودة عندي شي زين الشي جمع لو مفرد الشي اهنانا اكيد مفرد من ضمن المفرد زين اش تاخد الشي يجي بعدها is لو are اكيد رح تاخد ال is ليش لان المفرد رح اصير she is from ايجب number two we from france we from france we اهنان ال we جمع لو مفرد ال we ضمن الجمع لو المفرد من ضمن الجمع اذن اش رح يجينا ورا الفعل المساعد رح يجينا ال are we are from france اوكي شون عرفت لان عندي قبل الفراغ we i from iraq i from iraq اي اش تجينا هنانا لنفعل المساعدة ال we ال i ابا قبل الفراغ تجينا وياها am اصير i am from iraq i am from iraq اسا هذا اللي شرحته هذا نقول عليه حالة الاثبات اوكي هذا الشرح نسميه حالة الاثبات زين نجي على الحالة الثانية العفو هنا عندنا المثال الرابع هنا ادي فراس from iraq يعني فراس هنانا مذكر مفرد هنا اريد ادخلي الضمير اللي هي او اكتب الاسم نفس الحالة نفس الشي فهنا فراس is from iraq رح اختارها is liash لان هنانا مفرد مذكر انكمل حالة النفي شنو معنى حالة النفي معناها الضمير الشخصي لازم تجينا وراه والفعل المساعد منفي يعني i i am not i am not i am not he والشي والادالة لازم تجينا وياهم is not اختصارها isn't is not لاختصار isn't رح يصير he isn't she isn't it isn't اوكي ماما بعدها عندنا they they هنان لازم تجينا وراها arent are not are not اختصارها arent رح اصير they العفو they aren't they aren't we aren't we aren't you aren't you aren't قلنا شنو معنى النفي معناها لازم يجينا هنان الفعل المساعد بيها منفي بي not اوكي هذا نسميه حالة النفي مثل عندنا الاكزامبل he from turkey he from turkey عندي قبل الفراغ الهي مفرد لو جمع طبعا مفرد المفرد اش تجينا بالنفي isn't لو aren't اكيد رح اخذ isn't رح اصير he isn't from turkey he isn't from turkey نمبر 2 they from they from اجي اباوع قبل الفراغ عندي قبل الفراغ موجودة they they جمع لو مفرد they اكيد جمع فش رح ناخذ الهال isn't لو aren't رح اخذ الهال aren't رح اصير they aren't from thailand they aren't from thailand اوكي نمبر 3 داليا from جابان داليا from جابان انا عندنا داليا داليا قلنا هنانا يا عما اخلي الضمير الشخصي الشيء او اختار الاسم ما لتا اخلي فهنا اثنينها نفس الحالة اثنينها الصحية رح اصير داليا مفرد داليا مفرد مؤنث رح تاخد هنا الاسنت اصير داليا اسنت from جابان داليا هي ليست من اليابان هاي بالنسبة للنفي نجي على الحالة الثالثة اللي هي حالة الاستفهام شنو معنى حالة استفهام معناها لازم هنانا الفعل المساعد يجينا بداية الجملة اوكي لازم يجينا قبل الفراغ مو بعد الفراغ يعني هنانا تعنت أول معستخدر لازم نهاية الجملة تنتهي بعدامة استفهام блок أوكي يعني لازم اخلي جميع المكر سعمل أول حرب كبير من ال is أو ال are are they are they are we are we are you are you أخليه بالنهاية علامة استفهام نصل الأمثلة الموجودة أمامنا نجي example فراغ شوف هنا أنا وين راح أباوع ما راح أباوع قبل الفراغ حتى أعرف جوابي no وين نباوع نباوع بعد الفراغ بعد الفراغ أباوع you from England you from England you هنا أنا اليو ضمن المفرد لو تجمع اليو أكيد ضمن الجمع ش راح أخذ لل is لو ال are راح أخلي ال are نصير are you from England معناها صار عندي سؤال علامة استفهام بالأخير هيقول are you from England هل أنت من انجلترا نمبر 2 he from Iraq he from Iraq أباوع ورا الفراغ ش عندي هنانا عندي ال he ال he هنانا شنوه مفرد لو جمع هذا ال he ويا من يجينا يجينا أكيد ويا المفرد ال he هو يعني مذكر ومفرد أباوع is are is are ال he اش تأخذ تأخذ لنا ال is راح أجي أخليها بالبداية أقول is he from Iraq is he from Iraq هل هو من العراق is he from Iraq وأخلي علامة استفهام بعدها فراغ inzo from Turkey inzo from Turkey أباوع وبعد الفراغ ش عندي عندي هنا inzo inzo اسم مو ضمير هنا مخال للضمير خال للإسم يعني شنوه معناها inzo هنا مذكر مفرد معناها هنا ضمير مفرد فاش راح أختار للمفرد are is very good راح أختار is راح أصغير is inzo from Turkey هل انزو من تركيا اوكي is خليتها بالبداية حرف capital is أنزل البقية وآخر الجملة نخلي علامة استفهام شون عرفت لازم أخلي علامة استفهام لأن قلنا من تجينا ال is او ال r بداية الجملة فتكون هاي جملة استفهامية لازم نهايتها بيها علامة استفهام اوكي حدنا ملاحظة بسيطة بالنسبة ال is وال r إذا جاءت في بداية السؤال حدنا إذا جاءت في بداية السؤال is او r فيكون الجواب yes او no اوكي ما ماتي يعني إذا طلب منكم سؤال سألتكم سؤال بداية is او r فلازم تجاوبني بال short answer اوكي الجواب القصير يا أما yes يا أما no مثل عندنا المثال is she from Iraq is she from Iraq هل هي من العراق بش راح نجاوب yes she is no she isn't yes she is no she isn't are they are they from are they from Turkey راح نقول هنان yes they are no they aren't yes they are no they aren't ليش خليت هنا yes اوكي وليش هنا قلت yes they are وهنا no they aren't لأن هنا بداية السؤال عندي ال اوكي للجمع هنا بالمثبت اللي أخذناها هسا عن المثبت المثبت شنو معناها بدون not راح يصير yes they are هاي صارت لي جملة سؤال لكن جوابي مثبت are they from Turkey no they aren't راح تكون هنا جوابي بشنو السؤال لكن بالمنفي اوكي الجواب النفي no they aren't شن عرفت هنا لأن عندي هنا no لازم تجيني وياها not راح يصير no they aren't لأن عندي الار جمع هنا no she isn't لأن مفرد راكي ماما هاي بالنسبة الشرح اليوم موضوع اليوم عن الضمائر ان شاء الله يا ربي كان شرح مفهوم ووافي وبسيط استفاديته من عنده رابط الشرح راح تلقو موجود بصندوق الوصف اذا حبيت تحملون هذا الشرح تفضون ب ملف pdf ولا تنسون ذكاة العلم نشره لا تنسون تفعلون الجرس وتشتركون بالقناة وتخلون لايك للفيديو وشكرا جزيلا انتقيكم في فيديو جديد ان شاء الله good bye سيديو اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة